أنا أم مؤيد أبو بكر حجاز طفل من الجنوب طبعاً الطفل هذا يعاني من تشوى خلقي في القلب منذ الولادة وطبعاً هذا الطفل أجريت له عملية من عمره 6 شهور في 2012 وكانت عملية الثانية في 2014 وطبعاً نحن من 2014 إلى عند اليوم لم نتحصل على أي تكلفة علاجية لابني يعني نجرو يعني ما خلناش يعني حد عبد الحكم بوعيشة علي زيناتي عمر البشير يعني دكتور أحمد ملطان ما خلناش يعني حتى الرئيس يعني مهندس الدبيبة عبد الحميد الدبيبة مشينا له يعني مشينا له في الوزارة مشينا له قصر المغشير مشينا له المكان يعني المتواجد فيه ما حصلناش يعني لعند الآن مخدناش وديعة عملية لابني وتم رفضة في مستشفى بون طبعاً رفضوه لأنه ما فيش الملحق الصحي ما فيش فلوس والدولة على هديون وكذا فأني نطالب بأنكم يعني ولدي أي جهة يعني تحس بالحالة طبعاً ولدي عند الشريان صناعي عند الحجرات صناعية عند الصمام صناعي عند دعامة عند تواحلين معناً مفترض يعني الدلولة عملية من 2014 قلت لكم اللي هي تغيير الشريان الرئوي حالياً يعاني من العضلة القلب قصور فيها وضعف 23 طبعاً العضلة تخدم الشريان ضعيف يخدم بخمسة ميل ومفروض 18 ميل والعملية يعني صعبة شهر في العناية التكلفة ما عنديش تكلف ممكن يعني مبلغ مالي لبأسة به ممكن نصف مليونة على فكرة ومش خسارة في ولد بلادكم أي جهة حكومية عندها يعني إمكانية أوية بالأصح نتمنى إنها تعطيني ودي عملية لابني ونسافر بي لألمانيا ونتمنى لشفاء بصراحة واني حالياً ما نقدبش عليكم يعني زي الطير المذبوح عني عندي بنت في العناية وللآن لم يتم تشخيصها ويتبي الأسعاف الطير حتى هي وابني هذا يبي الأسعاف الطير مستعدين بيرفعوا الأسعاف الطير بس الوديعة المالية مش موجودة على المهمة نتمنى منكم نتمنى منكم تدعو لأولاً بالشفاء اللي ما عنداش جهد وتاني اللي عندكم جهد الله يبارك فيكم نتمنى توقفوا معاي وقفة مع مؤيد والدي وخلي يعني انظرو لأنه هو أحد أبنائكم وللعلم بس نعطيكم يعني معلومة كويسة هي ولدي في مستواها العلمي ديما الترتيب الأول على مستوا المدرسة ومشاء الله يعني حتى الدكاترة في العناية الفترة اللي فاتت قالوا لي هذا الطفل عبقري وحرام يعني كان شوفولا إنسان زي هذا حرام يوعد أنه مريد يعني ما يتعالجش ياريت يعني تنظروا للولد هذا مؤيد